يتكلم هذه الأيام العالم بأسره عن وباء الكورونا وسمي هذا الوباء بالكورونا لشكله الذي يشبه التأش وكلمة كورونا وهي إيطالية تعني التأش لكن كلمة كورونا أيضا بالإيطالية تعني السبحة الوردية فيا ليتنا نحارب كمسيحيين مؤمنين الكورونا اللي هي الوباء بالكورونا اللي هي السبحة الوردية لنصلي السبحة الوردية يوميا واجتمعين مع جميع أفراد الأسرة فالعذرة هي هدية الصريب لنا ولن تتخلى عنا فنحن أبناؤها وأريد أن أنتقل بكم إلى ألمانيا تحديدا إلى بلدة فولدا حيث اجتمع قداسة الباب يحنى بولوس الثاني سنة 1980 بالشبيبة هناك ولقد وجه له أحد الشباب هذا السؤال ما هو سر فاطمة؟ فإجاب قداسة الباب يجب أن يكتفي المسيحيون بمعرفة الآتي إذا كان هناك رسالة مكتوب فيها أن المحيطات ستغمر بالكامل مناطق معينة من الأرض مسببة هلاك ملايين من البشر أو موتهم في تلك اللحظة أخرج السبحة الوردية ورفعها وقال العلاج ضد هذا الشر هو صلوا صلوا ولا تسألوا عن شيء آخر وسلموا كل شيء لأم الإلهة يجب أن نكون مستعدين وأقوياء وواثقين بالمسيح وأمه ومواضبين كثيرا على صلاة السبحة الوردية إخوتي مع أمنا مريم البتول ما في خوف علينا وشكرا ترجمة نانسي قنقر